كما أكد الناشط الحقوقي القطرية سيد خالد الهيل أن الدستورة الموضوعة في الدولة فشلة في حماية أبسط حقوق الإنسان الأساسية لن يحصل هذا الأمر في القريب العاجل كل سنة نسمع مثل هذا الحديث كل ما حصلت أزمة داخل دولة قطر خرج الحاكم بالأمر وقال يتحدث عن هذا الأمر أن هناك مجلس برلماني منتخب للأسف الشديد هذا الأمر لن يحصل لقدت لك المواد المفعلة في الدستور هي مادة واحدة أن الحكم لذريات حمد بن خليفة هذه فقط النقطة الوحيدة التي يعملون فيها أما الباقي دستور غير مفعل وغير معمول به العرف العام في الوثيقة المسمى الدستور الدائم لدولة قطر كان المفترض أنه يخصص للحقوق والواجبات العامة ولكن في حقيقة الأمر فشلت هذا الدستور الموضوع في الدولة على حماية أبسط الحقوق الإنسانية الأساسية فتغاضت عن كثير من حقوقهم وحتى الحقوق التي تضمنتها ظاهريا فإنها في واقع الأمر تجهض هذه الحقوق عبر إضافة عبارة إلا وفقاً لأحكام القانون طبعاً إلا وفقاً لأحكام القانون كما ذكرت سابقاً هي النقطة الأساسية التي يلعب على وترها النظام القطري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر